خلينا أقول لكم أن كل يعني يمكن فيه فرق في البطولة فرق خارج البطولة يمكن ميزانياتهم أكتر وأكبر من نادي الأهلي عندهم لعبة بمليارات يمكن فيه أندية تانية ميزانياتهم مفتوحة ومدربينهم لهم سيفي طويل جدا جدا في التدريب في أوروبا وأمريكا اللاتينية وغيره وغيره ولكن نادي الأهلي يمتلك شيء لا يمتلكه الأندية الأخرى يمتلك الروح القتالية يمتلك الانتماء يمتلك حب النادي وحب الكيان يمتلك الروح اللي مش هتلاقيه غير في النادي الأهلي والحقيقة كان فيه صورة لخصت كل الكلام اللي بقولون لحضراتكم يمكن الصورة دي وأنا حتى قاعد بتفرج على المطش الصورة دي كانت في مطش بالمراس اللي هو بطل البرازيل دي الصورة الصورة رخصت كل شيء الصورة لخصت ليه النادي الأهلي في المكانة دي دي الصورة دي حمد فتح وياسر إبراهيم وكرة دي كانت في نص الملعب وكانوا بيدفعوا عن نص الملعب الكرة دي الاتنين وقعوا والاتنين كانوا معرضين يصابوا ولكن كل اللي انا قلته لكم من الروح قتالية والانتماء وحب المكان الحقيقة تجسد في هذه الصورة اتنين بصوا لعيب البرازيلي اكتفى بالمشاهدة واللي بتعاد ابعد ابعد ده فيه نار شرار بيتقف الملعب لعيبها مش هتسيب الملعب مش هتسيب متر من الأرض الملعب الصورة دي لخاصة النادي الأهلي يمتلك ايه عشان كده النادي الأهلي دايماً فرقوا بتخاف الفرق اللي بتلعبوا بتخاف من الروح دي النادي الأهلي روحه دي محد يشوف قدامها بقول لكم لعيبة ملايين لعيبة كبار لعيبة دوليين مش خايف من الاصابة هو بيفكر في حاجة واحدة بس بيفكر ان انا هدفة عن نص الملعب في النادي الأهلي الصورة دي لخاصة اللي عندنا الحاجة التانية برضو الاهلي بمن حضر والشعار ده الناس بتقولوا ان هو شعار يعني يعني الناس يعني بتقولك يعني يقولك يا عم انت كل شوية تقول لا ده مش شعار ده ده المادة الاولى في دستور النادي الأهلي ومش بس ان الاهلي بمن حضر انت عندك وليد سليمان مش مشارك عندك كهرباء عندك الشحات عندك اصابات وغيابات مع فريق كبير بطر امليكا اللي تانية بطل البرازيل ومع ذلك الاهلي بمن حضر طب نعوض ازاي ده بالروح بتكلم اني قلته لكم واللي اتلقص في الصورة دي انا مش هتكلم كتير مش هتكلم عن فنيات لان طبعا الكابتن اسلام الشاطر نجمنا ونجم مصر كلها يعني زي ما بيقولوا قتل بحسا في الفنيات وكلام ده كله بس انا هتكلم في الحاجة المشتركة ما بين كل الالعاب وهي الروح القتالية النادي الاهلي تميز بيها والروح دي على فكرة جات بشهادة يعني الشهود ان جات لنتيجة العدل اللي موجود في الفرقة